خلال مقابلته مع المؤمنين في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان قال قداسة البابا فرانسيس إن الله لا يريدنا أن نكون قديسين فحسب بل يريدنا أن نكون قديسين أذكياء لأنه بدون الحكمة من السهل أن نسير في الدرب الخطأ وعضاف قداسته إن تعليم اليوم مكرس لفضيلة الحكمة إلى جانب العدالة والقوة والاعتدال وهي تشكل ما يعرف بالفضائل الأساسية التي ليست حكرا على المسيحيين حصريا ولكنها تنتمي إلى تراث الحكمة القديمة مبينا أن عمل الإنسان هو في يد ذكائه وحريته والإنسان الحكيم لا يسمح بأن تستحوذ عليه العواطف والكسل والضغوطات والأوهام بل يختار المسار الذي يجب عليه أن يسلكه وختم الأبو الأقدس تعليمه الأسبوع بالقول الرجل الحكيم يبني بيته على الصخر أما الرجل الجاهل فيبني بيته على الرمل وهكذا الحياة المسيحية هي مزيج من البساطة والذكاء